تصور كده منك مدير كبير وبتشتغل في شركة عالمية وبتشتغل من خمس لست ساعات في الشهر وبتاخد 800 ألف جنيه بس للأسف مع كل المميزات الكبيرة دي بتسمع الموظفين بودنك وهم بيشتموك والعملة وهم بيشتكوا منك ويقولوا روح منك لله لأكتر من كده اللي انت عندك موظفين زو كفاءة عالية جدا ويجي منافس بتلاتة ساغ يبهدلك في السوق والمدير الكبير ده بدل ما يزبط أموره عشان السبوبة تمشي لا مكاشر في وش الناس ملك الملوك زواهب لا تسألنا عن السبب